محب البطاطس يجمعوا هنا الكيس دلوقتي بمية وعشرين جنيه روح هاتي كيلو بطاطس بخمستاشر جنيه ويلا نعمل أصابع البطاطس المقرمشة بمكون واحد بس هنعمل ألز بطاطس وكمان مش شربة ولا نقطة زيت وهنعمل سوس جميل جدا تتاكل معي أول حاجة يا جماعة نبدأ على بركة الله الفيديو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أتمنى من حضراتكم تقدروا مجودنا دوسوا لايك للفيديو أول حاجة محتاجين نص كيلو بطاطس أو بطاطسيتين كده متوسطة الحجم هنخسلهم وبعد كده هنقشرهم بالشكل اللي انتوا شايفين وده بعد كده بالسكينة هنبدأ نقطعهم كده مكعبات صغيرة علشان تستوي بسرعة عايز أقول لكم يا جماعة الوصفة دي جميلة جدا وهامل لكم كمان البطاطس بطريقتين يعني طريقة كده بالخضرة وطريقة كده بطاطس بس قلت برضو كده الموزنهم كده بعد التأشير هيتلاقوا قد إيه فتلعوا 400 جرام يعني يا جماعة 500 جرام 400 جرام أي حاجة عندكم المهم هنشطفها كويس جدا وبعد كده هنجيب الحلة بتاعتنا وهنفضي فيها البطاطس بتاعتنا وهننزل عليها بلتر من المية المغلية وهنسيبها بقى على النار لغاية ما تستوي وبعد كده حسب الرغبة لو انتو حابين هتجيبه ربطة من البقدونس هنغسله كويس جدا وناخد الورق بتاعه وهنضربها كده في الكبة او ممكن نقطعه بالسكينة او بالمخرطة زي ما انتو بتحبه المهم انا كده حبيت ان انا حط البقدونس بتاعي في الكبة وهتديله كده ضربة كده خفيفة علشان يعني مش محتاجين ان هو ينزل العصرة بتاعته وهنشيله كده في الطبق زي ما انتو شايفين بعد كده بقى هنجيب طبق كده ونجهز المكونات اللي احنا محتاج جدا اول حاجة 6 معلق كبار من نشط دورة بس كده جميع لو هتعمله كيلو هتبقى عندكم 12 معلقة كبيرة من نشط دورة وهنبدأ كده ننزل نشط دورة زي ما انتو شايفين 6 معلق كبار كده هرمية بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الملح ربع معلقة صغيرة من الكمون وبعد كده نص معلقة صغيرة بصل بودر ونص معلقة صغيرة توم بودر وبعد كده هنكمل بقى البهارات كده هنضيف نص ملحة صغيرة من الكاري لو متاع عندكم ولو عندكم طعم الجبنة من كنور او من كنوز ممكن تضيفوا كده ربع الكيس بيدي طعم جميل جدا جدا للبطاطس وهنقلب بقى كده كل البهارات والنشط دي مع بعض كده كويس جدا جدا بالمعلقة ونركنه على جنب وزي ما حضراتكم شايفين هنتأكد كده ان البطاطس استوت ولا لأ هندخل كده فيها الشوكة لو داخلت بسهولة يبقى البطاطس بتاعتنا استوت هنبدأ ان احنا نصفيها طبعا من المية السخنة وناخدها تحت الحنفية نخسلها بمية بردة جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده بعد ما نخسلها بمية بردة هنبدأ ان ندخلها بقى كده في اي نحطها في اي طاجن او بولة وبالشوكة او بهرست البطاطس هنبدأ نهرس البطاطس كويس جدا 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 من خضرة حيتكو يا جماعة اوة يا جماعة يكون فيها اي كالكعة او اي حاجة خالص وبعد ما نبدأ ان احنا نهرسة كويس هننزل بقى بالنشا والبغارات اللي احنا كنا مجهزينها من شوية وهنبدأ كده بالنسباتي ولا كده نلم الدنيا الاول وبعد كده بيدينا برضو نبدأ ندعك كويس جدا ونبدأ ان احنا نعجن كويس جدا البطاطس بتاعتنا طبعا انا حبيت ان انا اعمل طعمين طعم بالخضرة وطعم سادة فقلت لازم اعرف الوزن البطاطس قد ايه فطلعت نص كيلو شوية فخليت كده اول حاجة ربع كيلو حطيت عليه البقدونس بتاعنا وبدأت ان انا اعجن وال300 جرام خليتهم كده سادة عشان فيه اطفال ما بتحبش الخضرة وفيه اطفال بتحب الخضرة بعد كده بقى صنية جماعة ندهنها زيت وبأيدينا كده هنقور هناخد قطع صغيرة من البطاطس هنقورها وبعد كده هنبدأ ان احنا يعني نفردها كده بصوابعنا ونصبعها زي الكفتة بسيطة خالص خالص وطبعا اجيبها لكم دلوقتي كده بالبطيق شوية علشان تاخدوا بالكم هناخد قطعة صغيرة وطبعا يا جماعة انتوا حابين البطاطس تكون كبيرة مفيش مشكلة حابينها تكون متوسطة او صغيرة برضو براحتكم يعني انا هنا في البطاطس اللي هي بالبقدون الزي عملتها كبيرة ولكن البطاطس السادة عملتها صغيرة ومتوسطة فدي طبعا حسب الرغبة بصراحة لتنين طوامين جدا وزي ما حضراتكم شايفين كده انا قلتلكوا الطريقة كده بتتعمل الزي واحدة واحدة وبعد كده يا جماعة نكون بقى جايبين زيت غزير كده ونسخنه كويس جدا وهنبدأ ننزل بالبطاطس بتاعتنا او اصابع البطاطس المقرمشة واول كده يا جماعة من لايها خاية لون هنبدأ ان احنا نقفل عليها وهنطلع ويستحسن يا جماعة وهي على النار هنفضل نقلبها كده وكده علشان اللون يكون موحد وزي ما حضراتكم شايفين يا جماعة يا سلامة على اللون وكمان القوام والطعم والريحة تحفة جدا جدا وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا خلصنا الطعم الاول هنبدأ بقى طبعا النوع التاني اللي هو البطاطس العادية خالص من غير بقدونس او خضرة وزي ما حضراتكم شايفين برضو هنبدأ ان احنا ننزلها في الطاصة بالشكل ده يلا بقى جماعة نجاهز بقى السوس اللي بصراحة هيخلي البطاطس طعمها في حتة تانية وبصراحة هي من غير السوس حتى طعمها تحفة جدا ولكن السوس بيدي طبعا طعم اكيد احلى واحلى كل اللي احنا محتاجينه حاجات بسيطة خالص يلا بس نحط البطاطس على النار ونكمل كيس من الكاتشاب بجنيه يا جماعة وهنجيب برضو كيس من الميونيز بجنيه طيب لو انتو في حاجة ما بتحبوهاش موضفهاش ولو في حاجة مش عندكو برضو موضفهاش وبعد كده معلقة صغيرة معلقة صغيرة من الميونيز معلقة صغيرة من المستردة وطبعا قلنا معلقة صغيرة من الكاتشاب وبعد كده معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم عليها معلقة صغيرة من السكر علشان تكسر حموط الصلصة معلقة صغيرة من الزيت وربعة كباية مية مغلية ونبدأ ان احنا نقلب المكونات دي كويس جدا لغاية ما تنساجم كده بعد كده هنضيف معلقة من الشطة حسب الرغبة ورشة من الزعتر حسب الرغبة وبعد كده رشة من البقدونس او ملاقة صغيرة من الخل وعصرة لمونة انتو متخيرين بقى جماعة الناس الاكيلة اللي هتحس بالصوص ده عمل ازاي وهنبدأ نقلب كويس جدا وبعد كده نبدأ ننزل الصوص بقى جماعة وعايز اقول لكم البطاطس طلعت من اجمل واحدى الوصفات اللي انا عملتها على القناة اتمنى من حضراتكم تقدروا مجهودنا تدوسوا لايك يا جماعة للفيديو اللايك ببلاش اللايك مش بفلوس وشايروا الفيديو ده في كل مكان اشوفكم على خير والسلام عليكم